النهاردة الحلقة ضرب نار يا جماعة لحاسمعوه الاخر واسمعو الفيديو الاخر طبعا ما قبل المعركة وما قبل المطحنة وما قبل المدعكة الاهل وزمالك في الظروف انا قلت هرجع اقولها في الظروف استثنائية الفيديو ده عنه عن المباراة بس الاهم عايز اقولكو حاجة يا جماعة ما تسمعوش اللي كتير بيطلع يقولك اقتراب المليكة ومش مليكة والاخبار اللي بتسمعوها لان انتو اكيد سمعتوا ناس كتير مشاهير كتير وقالوا كلام كتير علي ان الاهل بيقترب والزمالك بيقترب ما تاخدوش من الكلام ده وانا على فكرة ممكن اجيب من المواقع ده اطلع اقولكو بس انا بحترم اقولكو وبحترم ان انا ما بضربش اخبار كاذبة يمكن ما اعجبكش الكلام ده لكن انا بطلع اقوله لما المحترف خلاص وقع نطلع نقول ان الاهل وقع مع كذا وكذا ونشوف الزمالك جاب لعيد اسمه كذا انه اطلع نقول لكن ايه الفايدة من كل شوية اطلع اجيب لك اسامي واطلع انا في الاخر كذاب او اطلع اقولك صراحات تبقى كاذبة انا بطلع اتكلم الكلام اللي انا متأكد منه مش اللي انا سامعه بس اهم حي طبعا الفترة الاخيرة ما تنكروش اهلوية وزمالكوية اسوأ صفقات النادي الاهل عملها اسوأ صفقات النادي الزمالك عملها يعني الزمالك لو بصيرنا الصفقات الاخيرة كلها لو كلمنا على ابراهيم انضاي ولا حاجة سامسك انجنونة مش موجود عمر جابر جاي ليه ما تعرفش جدد لرؤة ليه ما تعرفش حمزة المسلوسة ليه مش موجود مالوش لازمة من تاني يا جماعة يمكن نابيل عمد دونجة محرات لكن كرة ما فيش حاجات كتيرة محطرة مش شايدة لكن يعني الزمالك ماشى اللعيبة اللي كان مفروض الفلوس كلها دي اللي راحت دي كانت مفروض تكون موجودة يعني انا بقول طرح حامد لا تقول لي لرؤة لا تقول لها بالعمد دونجة لا تقول لها عمر السيسي الفلوس اللي كان خدها دي واحنا على فكرة طرح حامد ادى ناتي زمالك كتير ومش عيب انه يطلب فلوس ومش عيب انه يعالس يعني انه ضحقه لانه ادى ناتي زمالك وبيدي وده السوق زي ما انت بتجيب لعيب زي ما انت جدد تلزيزه بمبلغ خرافي لا طرح حامد طرح حامد كان ابن النادي معاك وبقاله فترة معاك يعني الوحيد اللعيبي اللي كان في مصر طرح حامد اللي مستواه سابت اكتر من سنة وشايفين مستوى الرائع مع الاتحاد مش قال الاتحاد السعود عامل ايه اساسي ومكسر الدنيا مع الاتحاد السعود هو احمد حجازي فانت بالفلوس دي كلها كان طرح حامد كنت اقعدت ساسي كنت اقعدت لعيبة تصنع الفارق انت ما عندكش لعيبة تصنع فانت عندك لعيبة كلها زي اللعيبة العاديين غالبيتهم بأصباح لعيبة عدين مش لعيبة واو او لعيبة تقدر تقولي انه فارق عن لعيبة اللي جنب فانت ماشيت سياسي ماشيت بن شارقي ماشيت اشرب اسموه ايه طرح حامد لعيبة كان مفروض يفدوك كان لعيبة انت توفر لهم الفلوس فعلا وتقعدهم انا مش شايف المجلس الحالي جاب لعيب الى الان قدر نقول لعيب لعيب مكسر الدنيا ودي كارثة كبيرة فمحترام الشديد وفروا الفلوس اللي انت عامل انت جيبوها دي كلها والاسامي دي كلها وهاتوا لعيب يفيد لعيب يكون اساسي وغير انه يكون اساسي يفرق الناس تقول فعلا الفلوس اللي اتدفعت فيه حلال مش مجرد ان انت تجيب لعيب ينزل يجب تمانت عندك الدور المصري مليان لعيبة بس مفيش فيه يعني الدور المصري بتاعنا مفيش فيه عشر لعيبة تقدر تقول عليهم لعيبة جامدة الدور بتاعنا مطلعش لعيبة بس حتى اللي انت جايبهم من بره زيهم فمفيش فرق فتوفر فلوسك يعني المبالغ دي كلها تجيب بيهم اتنين اكتر ما تجيب بيهم عشرة وفي الاخر اتباعهم نفس النتيجة الاهل الاهلي جاب لعيبة احنا لسه مش هنحكم خلع فتاحهم مرون عاطية وشوفنا بروني سافيو مكسيون الدور السعود طبعا ابا رجعه ومفيش حد عايز ياخده مكسيون المزال عليه ببلاش ومع ذلك محدش عايز يشتريه برستاو الاهلي جابه الصابة مزمنة الفلوس راحت فين برستاو لعيب لكن مصاب في حاجات كتير يا جماعة فمين قاله عايز يعقوبه وفي الاخر ما جاش فطبعا انا ما بطلعش اقول لكم الكلام ده اه لما بكون متأكد فطبعا نحنا نرجع لموضوعنا الاهلي طبعا بيستعد التام وكل الفرقتين المعسكر الابيض والمعسكر الاحمر المرد الاحمر الناد الاهلي والقلعة البيضاء للزمالك ملكزين جدا على المباراة لان المباراة ده بتفكرنا بمباراة القرن الاهلي والزمالك بتفكرينه بالقضية ممكن الافشة لان الظروف متشبه كان الاهلي متلغبط شوية لكن الجول ده اعاد له الحياه ورجع الاستقرار لناد الاهلي ورجع حاجات كثيرة كانت ممكن النادر الكالي يخسرها من تزابز بمستوى من تخبط من مجلس ادارة حاجات كثيرة ندر الزمالك التزابزق اللي هو فيه ده نفس الكصة اذا النادر الزمالك هز أرضية وانتغلب من النادر أهلي اكيد هيبقى فيه بركان في ندر الزمالك اولهم فررة ماشي اولهم بعد اللعبه ده هتتسرح لان غالبية اللعبه ده المفروض تمشي غالبية اللعبه حالياً في ندر الزمالك وانا بقول له هوا المفروض تمشي في لعبة كتير في نادي الزمالك بياخدوا ملايين لا يستحقوا الألوف فانا بتكلمه ان النادي الزمالك بلازم يركز ونادي الزمالك يقفل على لعبته النادي الزمالك هيلاعب النادي الاهلي بدون خط دهر النادي الاهلي في استقرار بيعرفوا يقفلوا على اللعبة ازاي كهرباء هيبدأ هيبدأ النادي الاهلي التشكيل ازاي كولور رسم 11 لعب ازاي من 11 اللعيب اللي هيكون موجودين في القمة من 11 اللعيب اللي هيكون موجودين مع الزمالك هل فريرا هيستمر انه في الغطرصة والعند ويبدأ يقلف ونشوف العيلة مش في أماكنها وقدام الأهلي ولا هيلعل كل اللعيب في مكانه ولا ايه بالضبط لأن الغطرصة وعدم ان فريرا يثبت اللعيب في أماكنها من أحد أهم أسباب تزبزب مستوانات زمالك فهيعل فريرا ويرجع لزمان ولا هيستمر في العند والغطرصة ويغرق نادي الزمالك كولر الى الآن لم يستقر بالشكل الهجومي ومين هما البودلاء اللي هيكونوا في دفاعاتنا للآهلي هل هيبدأ بمحمد هاني رام ربيعة هنشوف على معلول مين اللي هيبقى موجود في خط الأربع خط ضهرنا للآهلي لأن ده في مشكلة كبيرة في دماغ كولر المهم النهاردة في حلقة استثنائية كمان يا جماعة بالليل هنجيب بقى آخر تفاصيل آخر أخبار المعسكرات المعسكر الأبيض والمعسكر الأحمر أقرب تشكيل للفرقتين وتوقعاتنا بالمباراة تبقى عاملة ازاي والتوقعات بالتشكيل والتوقعات بالنتيجة والبداية تبقى عاملة ازاي لكل بفرقين والبداية تبقى عاملة ازاي والسيناريوهات لو الأهل دخل في جول بدري لو الزمانك دخل في جول بدري هل من الفريق اللي عنده المقدرة ان يعود ويرجع للمباراة المهم كلام كتير النهاردة فيديو تاني حصلي وفيديو جامد جدا النهاردة بشكر كل الناس اللي اشتركت وعلقت وقالت تعليقاتها وانتقدت سلام عليكم